نشرت المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرقاً لتقديم المساعدات للاجئين السودانيين في تشاد وأشارت المفاوضية الأممية إلى رصد 30 ألف لاجئ آخرين وهم يصلون في الأيام الأخيرة إلى تشاد ليصل بذلك العدد الإجمالي للمنتقلين من السودان إلى تشاد في الأسابيع الأخيرة إلى 60 ألف تتواصل الأزمة الإنسانية في السودان على خلفية حالة عدم الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد فبينما أودت الاشتباكات المسلحة بين الأطرف السودانيين بحياة مئات المدنيين وأنهكت قطاع المرافق والخدمات نشرت المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرقاً وسارعت مع شركائها لتقديم المساعدات للاجئين السودانيين في الجارة تشاد المفاوضية الأممية أشارت إلى رصد 30 ألف لاجئ آخرين وهم يصلون في الأيام الأخيرة إلى تشاد ليصل بذلك العدد الإجمالي للمنتقلين من السودان إلى تشاد في الأسابيع الأخيرة إلى 60 ألفاً وفي بروتا وهي مدينة تشادية أقامت العائلات ملاجئ مؤقتة أثناء انتظارهم للمساعدة بينما أقبر البعض على النوم في العراء مأساة أخرى يعاني منها اللاجئون وتتمثل في أن 90% منهم من النساء والأطفال بينهم العديد من النساء الحوامل كما اكتشفت الفرق الإغاسية أن خمس الأطفال الذين خضعوا للفحص والذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وتسعة وخمسين شهراً يعانون من سوء تغزية الحاد وعلى أمل العيش في ظل ظروف أفضل من المقرر أن تبدأ عمليات نقل اللاجئين من الحدود التشادية إلى مناطق أخرى خلال أيام بما يمثل السباق مع الوقت حيث تعاني تشاد وهي من أفقر البلدان في العالم من قصور كبير في الخدمات والبنية التحتية كما سيزيد موسم الأمطار القادم من صعوبة إيصال الخدمات اللوجستية إلى المناطق الحدودية